يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله يقول أنا خالق السماوات والأرض ومرجع الكل إلي وحكمهم إلي أي مصيبة من مصيبة هذا في اللغة العربية للإستغراج القليل والكثير والصغير والكبير لو قال ما أصاب مصيبة يعني ممكن غير الصغار غير الأمور قال لا 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 من مصيبة يعني صغيرة كبيرة قليلة كثيرة لفرد لجماعة لدولة لمجموعة في العالم الغير كل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله قال المسير القوي القادر الحي القيوم الحاكم بعين تجري هذه الأشياء بإذن الله بإرادته بقضاءه لحكم من عنده ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن من قبل ما تظهر من قبل ما تجي من قبل ما يتحدث الناس عن كورونا مكتوب مرتب مجدر مجرر ثابت له وقته وله حده وله عدده لا يزيد ولا ينقص الله فأحسن لكم في كل الأحداث كونوا معي وأنا القادر والمتصرف والمدبر ومن صدق معي ما عمله قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يهدي قلبه للاستسلام للطمانينة لليقين للصواب لفعل ما هو أصلح للإشتغال بما ينفع للي أعراض عما يضر ويغر ولا يفيد يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يتولى هداية هذا القلب مقلب القلوب جل جلاله فيعرف أي شي يقول ويعرف أي شي يفعله ويعرف كيف يتبصر يعرف كيف يمشي يعرف كيف يتصرف يطمعين يهدى يثك يعتمد عليه يتوكل يوقن أنه منه وأن يبعده منه يهدي قلبه فهي يعيش هاديا 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 حتى يوجد قراءات يهدى قلبه يهدى من يؤمن بالله يهدى قلبه يهدى يكون هاديا لا ينزعج ومن يؤمن بله يهدى قلبه في جراء من يهدى قلبه فيابخت القلب المومن على قدر قوة إيمان فالحق يهديه ويهدئه وينزل عليه الطمانينة ويبصيره ما هو الأفضل ما هو الأحسن إيش يتكلم إيش يقول إيش يفعل يمشي على بصيرة ولا حوله من المصائب البلاية ويرطف الله به ويخلصهم من الأفات وتمشي ومن يوم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يوم بله يهدى قلبه ضعيف الإيمان ويطلع وينزل 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 ويتصرف تصرفات هوجة ويتضرر بذلك وبعدين ولا يقدم إلى أخر ويزيد ضرره ونفس الحال عندما يهدئه بطمانينة مبسوط فرحان فيه خيرات كثيرة مصروفة عنه شرور ويمضي الأمر هذا اتصل بفوق وإذا اتصل بتحت وكل له بغد صاحب فوق فوق صاحب تحت تحت الله لا إله إلا الله لهذا يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله قال علينا أو لنا لنا إلا ما كتب الله لنا يعني مهما كانت من مشاكل وغيرها العاقبة بالنسبة للمتقية الصالح المؤمن طيبة حسنة الفايدة له وخير الراجع إليه ما كتب الله لنا ترجمة نانسي قنقر